وفقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على لقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال تحت سن الخامسة في خطوة تمهد طريقة لتطعيم الملايين من الأطفال في الولايات المتحدة أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح فايزر بايونتك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 أعوام كما أجازت لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 للأطفال من سن 6 أشهر حتى 17 عاما وكانت السلطات الأمريكية أجازت في أكتوبر لقاح فايزر بايونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما إلا أنه تم تطعيم نحو 29 فقط من هذه الفئة حتى الآن وبالأرقام أشرت الأبحاث إلى أن فاعلية اللقاح في وقاية الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 11 عاما من الإصابة بالفيروس تبلغ نحو 91% فيما أظهرت الدراسات أن فاعلية هذا اللقاح في الوقاية من الإصابة بالفيروس تبلغ 100% عند الأطفال من عمر 12 عاما وحتى عمر 15 عاما وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يعد أخف بشكل عام عند الأطفال فإنه اعتبر منذ مارس عام 2020 السبب الخامس الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 4 سنوات بحسب البيت الأبيض فقد يتم طرح اللقاحات على الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذ يتوقع أن تقدم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصياتها حول كيفية إعطاء لقاحات قبل أن تبدأ حملة التطعيم بشكل جدي